في تاريخ 14-12 من العام الماضي وأثناء تمشيط مخيط عين التيني قبيل انتقال الرئيس نبيه بري إلى المجلس النيابية اشتبهت شرطة المجلس بسيارة نيسان ميكرا جردونية اللون بداخلها شخصان هما راصاد وميمحاء يقومان برصد المنطقة على الفور تم التحقيق معهما وتبين أن أحدهما يعمل في شركة جوجل وفق دعاءته على الأثر قرر رئيس أمن عين التيني العميد يوسف دمشق تسليمهما إلى شعبة المعلومات خصوصا أنهما كان يحملان معهما جهاز لابتوب وأربعة هواتف إضافة إلى جهازين جي بي أس يستعملان لتحديد المواقع الجغرافية للأشخاص هذا فضلا عن جهاز متطور وغير مألوف وخلال التحقيقات لدى شعبة المعلومات تبين ارتباط شركة أحد الموقوفين رسميا مع شركة أجنبية تعمل مع جوجل وللشركة ارتباطات أو علاقات مع الكيان الإسرائيلي وهو سبب وجود شبهة التعامل التي تدور حولها التحقيقات والتي تتم بإشراف القضاء المختص بحسب المصادر فإن مقر عين التيني هو المستهدف فمنذ العام 2014 وما قبله وما بعده يتم توقيف مجموعات مكلفة بمراقبة المقر أو اغتيال رئيس المجلس أو تفجير احتفالات تقيمها حركة أمل في قصر الأونسكو